زينب لا تخافي بوعدك شو ما صار لحد دالمرض يكسر بيناتنا طمني طيب ديالا شو مشان تحليل اكيد بس يجي طارق رح يسألك لا تاكليهم بعطيه من دمي انا شكرا كتير ديالا زينب بدي احكي معك ضروري بابا طلع بوشي لا تعاملني هيك انا ما عملت اي غلط شو عم تحكي انت يا بنت ابوكي شافك شافك لما كنت انت والدكتور بالمدرسة عمي كنت مغمى علي لانه نازل ضغطي ولما طارق شافني بهالحالة هو اللي اسعفني زينب عم تقول السدق عمي كل اللي نقال عنا هي وطارق كذب وشو عرفنا اللي عم تحكوه مصبوط بركي متفقين انت وياها لانه هذا اللي نقال ما كان عرفاضي وقالنا ما بيكون الو سبب اخي خلاص طبع بكفي وينك انا ما بينضحك علي اذا كان عن جد ما في شي بينه وبين الدكتور تثبت لنا هالشي لشوف لازم زينب تنفحص ونعرف النتيجة شو قصدك بهالحكي عمي؟ او بظن اللي عم بحكيه واضح يا زينب وانا بصفتي كبيرة العيلة هذا الشرطي يا حميد واتنينات كل لازم تفهمه الشي بابا بنتي عمك هيك بده شو يعني انت موافق؟ معقول تكون معه؟ بنتي عمك معه حال انت مانك واثق فيني؟ بانتي يحدي للاً عايكون بعونيك يا زينب كيفك زينب؟ اذا بتريد طارق الي بقى تحكي معي اذا بتريد طارق الي بقى تحكي معي اذا تريد طارق الي بقى تحكي معي ابتاني بقى دكتور شو كنت عم تحكي مع بنتي كنت عم أسألة إذا تحسنت الله عن جد أنت شو دخلك زينب كانت مريضة ولأني دكتور لازم أسألة أمن اليوم ورايح ما بقى أتقرب عليها أبداً عم تفهم ولا لا خلاص أخي ولا بقوتك عم تسمع امشي هلا خلصني امشي طيب امشي روح أخدت الدم من زينب أي سحبتوا منه شو لوين رايح دكتور اللولاكي كانوا رح يقتلوا لطارق وأنا خايفي أنوا يؤذوا يعملوا لشي هدول جماعة قادرين وما رح يريحوا لطارق أبداً اسمعيني شوي طيب شو رأيك نتعاون أنا وياكي ومبعد طارق من هالضيع أصلاً أنا بعرف شو بدك بدك تبعديني عن ابني بأي طريقة قومي سناء شوفي مين عم يدق الباب أهلاً وسهلا دكتور طارق حابب احكي معك شوي خالتي سناء تفضل فوت لا شكراً تفضل استريح خالة شو كان بدك تقليلي انت شو بدك تقلي بالأول بالغرفة اللي خبيتيني فيها كان في صور لنارمين وبيناتهم شفت صورة إلي لما كنت صغير بدي أعرف ليش هي الصورة عندك بصراحة ما بعرف كيف بدي أشرح لك هالشي يا ابني أنا بشرح لك هاي الصورة كانت بالجزدان أبوك يا طارق ولما مات أبوك كانت الست سناء بجنبه وهي أخذت الجزدان وهي حبت انه تحتفظ بصورتك عندها أقولي مو هيك يا ست سناء طيب وشو كنت بدك تحكيلي يمكن هي كانت بدك تقللك انه جزدان كان معه وأصلا نحنا كنا عم نحكي عن نفس الموضوع من شوي أنا أجيت مشان أعرف هذا الشي وكمان جيت لحتى أتشكرك لأنك أنقذتي لحياتي شكرا هذا واجب يا ابني دكتور طارق يا خالتي سناء إذا بتخبري لطارق أي شي رح قولك كل أهل الطيعة إنه طارق هو نفسه ابنك حسان خالي سناء شو بدك مني؟ ولا شي يا ابني بس كنت بدي يقللك الله معك الله يخلي لنا ياكي أصلا أنت اللي قلتي قدامهم إنه طارق هو حسان وبسببك بنتين يرمين هربت من الطيعة هدي أعصابك شوي سناء بالإخناق ما فينا نلاقي حل أنا عم فكر بطارق وشو رح يصير فيه هلأ صرتي بدك تحطي الحق علي وتقولي أنا السبب كل هالمشاكل؟ أصلا أنتو طول عمركن عداء مع بعض وإذا بيعرفوا إنه طارق هو نفسه حسان ما رح يخله عايش ولا دقيقة فكري شوي بمستقبله أنت لازم تحطي إيدك بإيدي يا سناء ونتعاون أنا وياكي ساعديني مش هنرجع أنا وياه على اسطنبول وبعد فترة أنت بتلحقينا وقتا قليل وكل شي بدك يا وأنا كمان بوعدك أعترف له بكل شي بدك يا ولكك أنت عم تكسبي علي بوعدك وعد شرف يا سناء طالما عم تقولي هيك موافقة بيانت النتيجة؟ الحمد لله ما فيه شي أبدا وهي التقرير صار فيك تسجلي وتسلمي لزينب ماشي عن إذنك ديالة نعم بغيابي شو حكيتي أنت وزينب؟ ولا شي ما حكينا شي أنت كمان أخدتي موقف مثل ما هيك؟ أنا عزلت عليها وبس مو أكتر طيب بتحب أني يخبرها بأي شي؟ هي ما بدأت تحكي معي ويمكن مع حق أنا برأي أنه الأحسن ضب غراضي وروح من الضيعة بقى طارق شو هم تحكي؟ الله يوفقك لا تفكر بهيك شي ضيعة كلها محتاجت لك بعرف يا ديالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر